ترجمة نانسي قنقر الجائزة حقيقة عكاس واضح لرؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في خلق بيئة حكومية تنافسية لخدمة المواطن يعطينا هذه المجال لرفع الجودة الكفاءة السرعة في خدمة المواطنين في جميع الخدمات الموجودة بالاستثناء والتركيز دائما على الخدمات لأنها تمس حياة كل شخص موجود في البحرين هذا يعطينا مجال أن نرفع سقف الطموح سقف الطموح دائما عالي ليس فقط لتقديم الخدمة إنما الابتكار في الخدمة لأنه بالإمكان أنه يتواصل على نفس الخدمة وبعدها خلاص طموح المواطن بداية تغير طبيعة الناس تغير يعطينا مجال أكبر كذلك للتنافس والابتكار في كثير من المناحي التي تعطينا لتقديم الخدمة للمواطنين نعم ولكن كيف ساهم النظام الوطني للمقترحات والشكاوى وتواصل في رفع نسب رضاء المواطنين عن خدمات المركز بساطة لأن نظام تواصل نظام مباشر لاتصال بين المواطن وبين المؤسسات الحكومية نعم ما في وسيط ما في والله بنقول حق شخص ولا بيخبره ولا بيتصل بالتليفون الاتصال المباشر هذا يعطي مجال ليس فقط للشكاوى نعم إنما حتى كذلك للآراء والأفكار والاقتراحات وهذه كذلك جزء رئيسي لتطوير الأعمال بالإضافة إن سرعة الرد بالاتفاق اللي صار مع مجلس الوزراء في هذا المجال يعطي دافعية للجميع للالتزام بهذه النهج في التعامل مع المواطن نعم في سرعة التعامل في جودة التعامل معه وإذا فيه أي تقصير فإن الموضوع رح يرفع إلى سموه رئيس مجلس الوزراء ولي العهد فيعطي المجال للجميع أنه الكل متحمس يتحرك حيث أنه يخدم المواطن بشكل صحيح في الوقت المناسب نعم يأتي هذا الفوز للمعهد للمرة الرابعة على التوالي كما ذكرنا يعني ما هي خطتكم المستقبلية لتطوير نظام التواصل مع المستفيدين من خدمتكم؟ الفوز حقيقة على كونه هو تكريم لكنه هو تكليف أكثر حقيقة لأنه يضعنا في مجال للتنافس أكثر لكن يخليننا دائما نفكر طيب واتس نكس هاو كنو يريلي شلون نقدر نرفع سقف الطموحات كيف ممكن أن نزيد من رضا المواطن لأنه هو المحرك الرئيسي بالنسبة لنا نعم ليس فقط للحفاظ على المؤشرات المؤسسية الموجودة وإنما كيف ممكن أن نحن نطور فيه وهني التحدي الأكبر اللي صير عند أسرة بيفا لأن أسرة بيفا مطلوب منه ليس فقط أن نحن نواصل في تواصلنا على الخدمة وإنما أن نطور الخدمات وهذا هدف الاستراتيجي الأول عندنا في بيفا هو تطوير الخدمات الحكومية عند المؤسسات وعندنا برامجنا لمقدمي الخدمة والآن عندنا كذلك في كل برامج البرامج الوطني عندنا وحدة خاصة لتطوير الخدمات والآن رح نطرح كذلك برامج جديد لمصممي الخدمات بشكل خاص بحيث أنهم يقومون بتصميم الخدمات بشكل مبتكر باستخدام الاستبصار والرؤية السلوكية باستخدام ما يسمى بالإنحزازات الفكرية لأن الهدف مرة ثانية هو الارتقاء برضى المواطن والانتقال من رضى المواطن إلى تعزيز ثقة المواطن في العمل الحكومي نعم سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة نبارك لك مرة أخرى حصولكم على هذه الجائزة ونشكر لكم تواجدكم معنا في نشرة الثالثة نحبكم الله